السلام عليكم طلاب الصف الثالث كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم لتديباتنا من درسنا في الطريق هيا نفتح صفحة ستين سنقوم بحل صفحة ستين من درسنا في الطريق طبعا عندي هون بالتمرين الأول أملأ الفراق على نمط المثال بدنا نكتشف أو نستندج القاعدة الموجودة عندي بالأمثلة الواردة شكر فادي بالجمل عندي هون شكر فادي أصدقائه أشكر أصدقائك كتب سمير درسه أش رح يكون عن نمط؟ أكتب درسك مسح أش النمط؟ امسح حمل رح تكون عندي أيضا هون أحمل فإذا لاحظنا ونستندج القاعدة طبعا هون عندي شكرة كتبها مسحة حمل هي هي أش تعتبرون أقصى من الكلام؟ فعل اسم حرف شكرة كتبها مسحة حمل أحسنتم فعل وهون عندي جملة بما أنها بدأت بفعل جملة فعلية أحسنتم جملة فعلية أما أشكر اكتب امسح احمل هون إيش أنا بعمل؟ هون بأمر فعل أمر أحسنتم فعل أمر إذن عندي فعل ماضي شكرة كتبها مسحة حمل والأمر منه أشكر أكتب أمسح أحمل بدي منكم تكتبولي المضارع لو ما وبتحضروا ما يحسزونه عشان نحكي المضارع وبتكتبولي جنبه الفعل المضارع شكرة أشكر ما هو الفعل المضارع من هذا الفعل؟ يشكروا أو نشكروا أو تشكروا أو أشكروا كتب إيش مضارع مسحة إيش مضارع حمل إيش مضارع بدأ أنتبه أنه حركة الفعل الماضي الفتحة والفعل الأمر السكون أما المضارع الضم أحسنتم انتقل للسؤال الخامس أسقو سؤالا على كل جملة على نمط المثال سفر أخي يوم الخميس بدي أطرح سؤال بدي أحول جملة إلى جملة اسمي وتنتهي بعلامة الاستفهام وما هما أسماء الاستفهام كيف أين متى هل كما من ماذا لماذا أسماء الاستفهام أحسنتم إذن متى سافر أخي يعرف متى ومتى تستخدم للسؤال عن الزمان أو الوقت حضر أخي اليوم حضر خالد اليوم ألف متى حضر خالد وضع علامة السؤال عادة أبي مساء حيث أننا ننتبه أنه ما أظهر الإجابة عندي السؤال متى عادة أبي الإجابة شرح تكون مساء متى ظهر الهلال الإجابة رح تكون في الليل طبعاً هون عندي يعليكم حل هذه القاء الورقة العمل عن الفعل الأمر فعل الأمر ببعتلكم حتى تحلوها بانتظار تبعتوا لياها على المنصة ننتقل إلى السؤال الخامس أضيفوا وونون الكلمات ثم أقرأ يلعبوا ينزلوا يخرجوا يصعدوا جميعوا هنا ماذا أف عال ما نوع الفعل ماضي أم أمر أم مضارع يلعبوا ينزلوا يخرجوا لسا تبيلعب لسا تبيلعب لسا تبيلزل لسا تبيلخرج إذن فعل مضارع وحركته الضم أحسنتم هنا عند إضافة وونون للفعل المضارع انتبهوا وونون للفعل المضارع بسميه فعل مضارع من الأفعال الخمسة إيش بسميه أحسنتم فعل مضارع من الأفعال الخمسة يعني إذا بدي أنا أطلب منك استخرجلي فعل من الأفعال الخمسة بتروح تبحث أول إشي إنه يكون هو فعل فعل وليس اسم مثل معلم اسم إذا شفت أنا معلم معلمون هون ليس فعل هون اسم ومعلمون بده يكون جمع فبنا ننتبه يا حلوين إذن ينزلون يخرجون يصعدون فعل من الأفعال الخمسة تمام؟ عندي فعل مضارع زائد وونون إيش بسميه فعل مضارع من الأفعال الخمسة تمام يا ثالث بهك إحنا نكون حل هذه الصفحة بتراجع الأفعال فعل ماضي أمر مضارع وفقط عندي مراجعة بسيطة لا اسم الاستفهام أما القاعدة الجديدة عليكم فيها راح تكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة بدنا نركز ونكتب أمثلة أكثر طبعا 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 أنا حسرت الزوم حتى أن نذكر أمثلة أكثر تفهموا أكثر تسألوني أكثر عن فعل مضارع من الأفعال الخمسة أنا بدي أعرف بأميز إنه يكون فعل زائد وونون وليس إسم مثل مدرسون معلمون مهندسون هون عندي جمع وليس فعل فأنا بدي أركز بين إضافة الوونون للفعل أو للإسم الفعل بيكون عندي فعل مضارع من الأفعال الخمسة أما للإسم بسميه جمع إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة ويعطيكم العافية ثالث من تقدار متابعتكم على المنصة وعلى الزوم إلى اللقاء